في معظم الأحيان على الأب أو الأم هذا مصوبة أيضا هذا جيد هذا جيد معظم الشيكة ابني طول سانة عليه هذا جيد 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 هذا جيد مستحق يعني اللي هو بولده يطيول عليه سانة هذا مستحق يعني مستحق طبعا هو ما طول سانة إلا لأنه في واحد هابط يعني هي شنه هي التطاول التطاول على واحد قصير قزم لذلك اللي ينزل مع أولاده إلى حد المهاترات وأنا في الكتاب الكتابنا عندي في عنوان جانبي لفصل أنا أقوله فيه أنك أنت والد ولست ندن لما نصير نصير مع أولادنا إلى حد الندية ما إحنا نداد يعني ولو تقول لك يعني شوف هذا جيد تفاكركم أنت بني تفاكركم هو ولده يقول ما تشوف هذا ويا ويها يا أخي إيش قاعد يقول ويقول أنت أنا قول فعلا الأب مصدق أنه ند يعني أنا لما جي يحط راسه براسه يحط راسه براسه أحيانا يتشاكسوا أمامنا عندنا أحيانا في المدرسة كذا يتكلم أقول لأبني أنا بفهم يعني حين هذا الجلسة هذه ديناميكية من الفوق من اللي تحت أشو أنت نزلت نفسك وهذا تطاول طبيعة ابن آدم يتطاول يطغى صير أطول ترم نفسك لا تنزل منزلت طيحت حفظك وطال عليه اللسان قل قد تطول إيد أيضا فهذا اللي مديده هو مديد على واحد هابط ارفع 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 شون ارفع ما أدري أخذ لك دورة أخذ لك شي قعد مع نفسك أفلحه منزكها وخابه مندسها ارفع ووك ووك وصحيت اصحيت حتى ما يتطاول عليك أحد بسها جواب بارك الله فيك دكتور إبراهيم قبل أن ننهي البرنامج هل من النصائح توجهها لسادة المشاهدين الكرام بكيفية في بعدنا عشر دقائق نعم جميل جدا إذا عشر دقائق دعونا نسأل الجمهور فيها طيب جميل عنكم أي تساؤل تفضل أسأل الدكتور عن الطفل إذا عقبته يردي عقبك بنفس الطريقة مثلا منعتى مثلا من الخروج يروح يأخذ مفتاح الباب يصكره ويخبيه منعتى مثلا تلفزيون بنفس الطريقة يفعلها يفعل التعامل يعني طريقة التعامل شكرا دكتور هذا سلمة طال عمرك القيادة ويرتاح هو يرتاح الأب مش هالأب هذا اللي ولده يقفل عليه البيبان اسمح لي هذا ليس أهل أن يكون أبد غير راجع نفسه هل هو أب ولا ممثل ولا قاعد يأدي دور ناخذ مداخذ فضلي بغيت أسأل في عيلة ممكن يكون عندهم طفلين واحد مشاكس والثاني عادي فالطفل المشاكس يجذب الانتباع يخلي الأب والأم يدورون لطريقة يدورون لحل فالطفل العادي يحس أنه ما أخذ كل انتباعهم وكل اهتماماتهم فممكن أن يبدأ يقلده عشان نفس الطريقة يجذب انتباعهم هل هو عدوى ممكن يعدي المشاكس والثاني الأطفال الأخرى؟ لا مش عدوى طلب الكشاف الكشاف نبيه كلنا نحتاج هالكشاف الكشافات المعلقة وايد مهمة كل واحد يبي الأضواء فاللي ما تجي الأضواء بالطريقة الصحيحة يبتكر له طريقة يجيب الأضواء هذا يسمون الاندو اتنشن سيكيك يعني لفته الانتباهي المغاير يعني بطريقة بالشألوب خالف تعرف هذا اليوم السلوك زي كلهم خالفين خالف تعرف يعني كلهم خالفين دكتور لا يكاد يخلو بيت يعني يا ستي لا يكاد اليوم يخلو مجتمع ضمني نعم واسمحيلي لا مجتمع الإعلاميين ولا مجتمع التربويين ولا أي مجتمع من خالف تعرف شخص لم يستطع أن يشرب ماي زلال فاضطر أنه يتحرك بطريقة مخالفة حتى يصير راس ما تشوفونهم انتم ترس الدنيا اليوم ذلك اللي خالف تعرف صحفي تلقينها تلقينها إعلامي تلقينها حتى شيخ دين خالف تعرف ليش لأنه ما قاعد يلفت انتباه الناس بالطريقة الاعتيدة ما يعرف تعلم أنه لازم يقول كلام يعني شاذ حتى الناس تقول له شاذ بس موجودين وهذا ولا كلهم صنيعتها التربيع إذن يعني خالف تعرف كنت أيدي للتميز والإبداع بعد ذلك هذا المصطلح خالف تعرف إبداع بأسلوب ماهو طيب نعم ماهو طيب طيب في مداخلة أخرى تفضل أخوي سلامك الله و الخير سلامك الله و الخير سلامك الله و الخير دكتور وش الحل يعني في رأيك لجعل علاقة الأبناء والأباء يعني سعيدة وشي عفوا علاقة سعيدة بين الأب والأباء والأبناء كيف تقول تفاهم تفاهم طيب مجال تفاهم الأباء والأبناء هناك مداخلة أخرى تفضل تفاهم الله يدس لك السؤال السؤال من الأب